موسيقى مرحبا بكم مشاهدينا في أولى حلقات برنامج هذه حكايتي لكل شخص مننا حكاية لها تفاصيلها الحلوى والمرة عقبات تجاوزها البعض بصعوبة ومعاناة والبعض الآخر كانت له سهلة وممهدة والبعض لم يصل لكنها حكاية تخلد في أرواحنا وتستحق أيضا أن تخلد في ذاكرة الجميع أن تسعى وأن تمضي وتكتشف ما تريد وأن تحول من أحلامك إلى محطات حقيقية تعيش بها عمرك بالعمل والحلم وهذا هو المغزى من الحياة هذه حكايتي برنامج نسب شهري نستعرض من خلاله عددا من الأفلام القصيرة والتي تحتوي على قصص وتجارب مختلفة أبطالها أنت وأنتي سنمنحكم الكثير من النماذج والحكايات الملهمة بهدف تبادل تجارب الحياة بجميع أشكالها الإنسانية والمهنية والإبداعية ستكونون على موعد مع أبطال حقيقيون تخطوا الصعاب وحققوا المستحيل لكني لا أعيدكم دوما بنهايات سعيدة فهناك نهايات مؤلمة يندلها الجبي أعزائي المشاهدين قصة الأولى تجعلني أفكر بهذه التساؤلات كم يترى بمقدورك البقاء في منزلك؟ يوم أو يومين؟ هل يترى بمقدورك المكوث في المنزل لمدة سنة كاملة دون أن تخرج من باب بيتك؟ هل باستطاعتك العيش طوال عشر سنوات دون أصدقاء؟ هل يمكنك الارتحاق بالصف الأول الابتدائي وأنت في سن الثامنة عشر من العمر؟ شاهد سامية وهي تحكي قصتها أبي كان أكثر شيء يفتخر بوجود العيال بوجود الأولاد يقول أنه إيش؟ أنا ربي رزقني بأولاد ما رزقنيش ببنات وأنا موجودة اسمي سامية محمد علي الحجري من اليمن من محافظة صنعاء أنا من موالد 1983 عرفت لأكثر من أطباء متخصصين في الخارج فكانوا يعني يقولوا يعني عاقتها ليس ظاهرية يعني ما فيها شيء أي حاجة كل شيء فيها سليم فيعني استمرنا في البحث عن العلاج في أكثر من مكان في أكثر ولكن لا جدوى من ذلك فالحمد لله يعني رضينا بما كتبه الله واستمريت بإعاقتي سناتي وأخرى يعني كنت أكبر وتكبر إعاقتي معي نظرة الأسرة للشخص المعاق أنه خلص يعني شخص ناقص مستنقص يعني لا يعني لا يجد أي اهتمام أسوة بأخوته كنت ألقى كثير من التنمر كان هذا يعني جعل في داخلي شيء من اليأس يعني أنه كنت أقول أحيان بينه بنفسي يعني ليش أنا أنا ينظروا لي هذه النظرة يعني أنا ما رضتش بنفسي أن أنا أكون هكذا معاقب ما رضتش إن أنا أعيش هذه الحياة مجال الرسم كنت أحب الرسم وأنا كان من عمري سبع سنوات كان أحس إنه هالرسم هو رفيقي هو سندي يعني كنت لما أحزن أتقه للريشة والقلم وكنت لما أفرح أتقه للريشة كنت أعبر ما أعاني في ورقتي كنت حتى فعلت ليه في البيت يعني كنت عملت لي حائط معرض صغير معرض صغير كنت أعلق رسوماتي فيها أحلم أن أنا أدرس أشوف أخوتي ذهبوا إلى المدرسة يلبسوا الزي المدرسة أشوف بنات جيران أنا يعني فحياة كانت كنت أشوف حياة هذه مايش موجودة عندي أبي كان أكثر شيء يفتخر بوجود العيال بوجود الأولاد يعني كان يقول إنه الحمد لله إن ربي أنا كنت أسمعها بس كانت تضع في داخل غصة بس كنت أتجاهلها يعني لما يعني تخيلوا لما مثلا يقول إنه إيش أنا ربي رزقني بأولاد ما رزقنيش ببنات وأنا موجودة أسرتك وهم أقرب لك إنك أنت منفرض يكونوا يكونوا هم الدعم النفسي لك فأنا ما ألمش منهم يعني أحمل الملاملة يمكن إنه واعي قلة الواعي إنشغالاتهم نظرتهم للمعاق إنه هذا شخص يعني لو تعبنا معاه ما حنقدش منه أي جدوى حتى لشدة علمي إن أنا أحب إن أنا أكل شنطة وفيها كتب ودفاتر كنت عملت لنفسي إنه أنا كأني أحضر مدرسة فعلت لنفسي شنطة داخلها كتب داخلها كتب وأقلام وواواوا وكنت يعني هم يذهبوا للمدرسة وأنا كنت أقلس في زاوي في غرفتي على إنه أنا أعمل لنفسي واجبات فما كنت أنا أتوقع أنا كنت أقول خلاص إن أنا طول عمري بأ أجلس على كرسي متحرك أنا طبعا كنت على كرسي متحرك الكرسي المتحرك جلست يعني أكثر من عشر سنوات وأنا أقول خلاص متحرك كانت إعاقتي كانت كنت أمشي أتحرك بس ما كنت أقبل زي ما ذا الحين مع الزربين حق السعودية الزبيب واللوز والفستاق وكل فوقع كنا مغتربين في المملكة العربية السعودية عشت فيها 18 سنة طبعا أنا كنت من مواليد المملكة العربية السعودية مرت عليه هذه 18 سنة كانت سنوات كل سنة تلو سنة أقصى من السنة اللي بعدها كانت كلها مليئة بالتنمر كنت لا أستطيع يعني كنت كلما تأتي سنة أكبر أفهم نفسي وأفهم من حولي أكثر رجعت إلى اليمن وكان عمري 18 سنة 18 سنة فهذه 18 سنة كلها كانت في حياتي أصعب 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 يمكن اللي أنا بقوله لكم وله شي لكن يعني اللي عشته واللي مر في حياتي بهذه السنوات كلها يمكن أنا بأحسبها من عمر سبع سنوات يعني بدأت أفهم بدأت أعرف نفسي من السبع سنوات إلى هذا السن فيعني أمكن صعبة صعبة مرة مرة قاسية بالنسبة لكلها كانت حزن حتى لدرجة يعني أنك تحاولت أننا يمكن أن تحرم اليد هذه طبعا تعبر عن أنه لن مهما صعبت علينا الظروف والمصاعب لن نستسلم لها أن حرمت من حتى أننا أعيش لحظة يعني نفسيتي تكون مرتاحة لحظة أننا أقول أنه أنا شخص إنسان يعني موجود إنسان واقف عايش في هذه الحياة يعني كلمة الحرمان هذه تعتبر قاسية كانت بالنسبة لها يعني لما شخص ينحرم من شيء لا ذنب فيه وهذا هو أنا سامية اللي عاشته خلال هذا الثمنة عشر سنة في عام الفين في هذه السنة أنا أشوفها إنه سنة انفتحت فيها أحس إنه يعني ربي أعطاني بعض صبري إنه هذا الباب هو بيكون باب طريق للمستقبل طبعا بعد ما جلست يعني سنة بعد ما رجعت إلى اليمن في عام الفين جلست سنة يعني كنت على ما عشت فيه يعني واصلت فيه فجأة يعني سمعت بحاجة اسمها جمعية التحدي لرعاية المعاقات تهتم بدول احتياجات الخاصة بالذات الفتيات المعاقات يعني هذه واحدة جاءت كلمتني إنه فيه جمعية وفيه وفيه ليش ما تدخلي يعني بعد ما حكيت لها عن قصتي وحكيت لها قالت فيه جمعية تهتم بالبنات المعاقات هكذا كان فيه صعوبة شوية إن أنا أدخل الجمعية ويعني من كل شيء من ناحية الأهل مش إنهم فكرة إنه رفض وإنما لمبالاة عمرك قد وصل يعني فوق السنة المحدود إنك تدرسي وإنك كان هكذا نظرتهم خاص يعني كما يقال القطار سهر خلاص مش القطار عليك راح يعني خلاص أرضي به نصيبة فكان معي أحد أخوتي كان دايماً مساندني من أخوتي ووقف معي يعني شجعني وقال أنا بأساعدك أنا بأدخلك ودخلني هو يعني واصل معي ودخلني ودخلت الجمعية فما كنت مصدقة إننا الآن في مكان ثاني إننا في مكان إننا بأبدأ في مستقبلي والحمد لله دخلت جمعية التحدي كانت ترأسها الاستاذة جمال البيضاني رحمة الله عليها هذه كانت بالنسبة لي أحس إنه كانت جاءت هدية هدية لي من السماء إنه ربي شوف لما ربنا يحبك يسخر لك شخص في طريقك إنه يكون سندك في خطواتك فهذا اللي أنا مرت فيه يعني كانت لي بالنسبة لي الأم الأخت الصديقة كل شيء بالنسبة لي يعني أحتوتني احتواء ما كنتش أتوقع إنه بجد يوم من الأيام شخص يحتويني بهذا الاحتواء يعني فتحت لي قبل لما تفتح لي المكان فتحت لي قلبها يعني حسيت إنه يعني احتوتني احتواء سمعت مني كذا فحسيت قلت لي كلمة أنا وجدت فيك عرفت من وجهك فيك طموح إنك بتكوني شخص ناجحة فهكذا يعني لما قلت لي هذه الكلمة كنت أحسها من باب الصخرية يعني تحس شوف لما أنت تعيش وتتربى على شيء كله تجاهلي فيجي شخص يقول لك أنت وأنت فأنا هذا اللي شعرت فيه ولكن قلت لا أنا أتكلمك بجد أنا أكلمك بجد أنت بتكوني شخص ناجح وأنا بوقف معاك وبأخذك يعني بأعمل فيك تحدي تحدي لكل من استنقص فيك استقبلنا الآن من الرسم على الرصاص الآن سننتقل إلى تلوين اللوحة في عام 2001 بعد دخولي جمعية التحدي كنت لا أعرف القراءة والكتابة فبدأت دراستين منها محو أمية بدأت أدرس في الصفوف محو الأمية كنت أدرس سنتين بسنة درست من حد صفة ثالث ثالث ورابع درستها في سنة وخامس وسادس في سنة فكنت أطلع الأوائل أطلع امتياز على الصفوف فشافوا فيني أنه يعني ممكن أن أنا أعطي أكثر لو استمريت وواصلت أن أنا أعطي أكثر فحصلت تشجيع أن أنا أواصل درست أيضا واصلت جمعية التحدي صفة السابع والصفة الثامن والصفة التاسع إلى أن كملت المرحلة الأساسية كانت في عام 2003-2004 كنت أنا في هذه اللحظة وجدت أنه صعب أننا بواصل أننا بدخل في مدرسة عامة تخيل أنه لما تكون منعزل يعني جاء فترة وبعدين تخرج إلى مكان كله وهو الإحتياجات الخاصة يعني من نفس بيئتك إنك بفجأة تدخل إلى مجتمع ثاني مجتمع يعني مختلف عن مجتمعك هذا على ما عشتوا وعلى ما وجدتوا من نظرتهم أن أنت شخص غريب عن هذا البيئة درست أول شيء المرحلة الصفة الأول الثانوي درستها في مدرسة تواصلت أول ثاني ثانوي ثالث ثانوي كملت في عام 2010 في 2010 كملت الثانوية تخلت الجامعة تخصصت تجارة في عام 2011 أدخلني للجامعة أول يوم يعني واجهت تصدق أنه واجهت أول شيء نظرة استنقاصية من الدكاترا نفوسهم الدكاترا يعني تخيل لما أنت تحضر الجامعة كذا الدكتور ينظر لك بنظرة ضحكة يعني أنه هذه بتدرس أنه هذه بهذه يعني أنا أخذتها من نظرة كل دكتور قلت تمام يعني إذا هذه نظرتكم لي أنا بأوريكم يعني بغير النظرة هذه كذا أخذتها بنفسي بغير النظرة هذه وبأشوف من تخيل أنه بعد مرة استرم بعدما مرت ترم يعني شافوا درجاتي كلها شافوا درجاتي شافوا مشاركاتي يعني وجدوني أنا القدوة على الطلاب من يوم ما بدأت أدرس دراستني كنت أنا أصرف على نفسي لأنه الصعب أنك كنت توجد الاحتياجات الدراسة ممكن ش يعطيك فأنا كنت أدرس طبعا كنت أشتغل في مشغل إنتاجي مشغل خياطة من يوم ما دخلت أن أنا أدرس كنت أشتغل في مشغل خياطة كنت أصرف على نفسي أوفر احتياجاتي أقلامي دفاتري درست يعني واصلت الأربعة السنوات وأنا كنت كنت أشتغلي كنت أشتغل بمحاسبة ودرست فكنت أجيب يعني كل سنة كنت الحمد لله أحصل على درجة الامتياز أحصل على درجة الامتياز إلى وصلت كملت في 2014 2014 حصلت على الشهادة الجامعية كان بمعدل 93% شاركت في رسمة هذه الرسمة الأنيميشن الرسمة المتحركة شاركت في مصر في عام 2011-2010 كان لي مشاركة الحمد لله لقى هذا الفيلم نجاح أيضا شاركت في عدة معارض في مهرجانات في مجال الرسم الآن الحمد لله لدي مشغل بسيط فتحتني مشروع صغير خاص فيني مشغل بسيط لعمل المنتجات الملابس الفساتين أيضا غرفة صغيرة خاصة بالفن التشكيلي هذا طبعا أيضا أنا مصممة وأحب التصميم والتفصيل وهذا أحد أبرز أعمالي عملت فستان يلبس في ليلة الغصل أو ليلة الحنة من الزي الترافي الفساتين هنا سباك الفساتين الشبابية وفساتين الأبطال هذا طبعا تم تصويره من المشغل التابع لي المشغل الصغير الذي بدأت فيه قريبا ورسالتي هي أن لا تنظروا إلى شكلنا الخارجي وإنما أنظروا إلى ما نفكر فيه من داخل لأن الداخل قد يكون أكبر وأوسع مما ينظر إلينا فيه خارجيا لا نريد نظرة الاستقصاء والاستنقاص لنا نحن بشركة غيركم خلقنا كما كالذي خلقنا هو الذي خلقكم وأنه ربنا يأخذ شيء ويعطي شيء آخر هذه قصة سامية التي نتعلم منها بأن العمر ما هو إلى رقم أنت من تجعل لهذا الرقم قيمة تجاوزت الصعاب والمعويقات ونجحت وما زالت مستمرها قصتنا التالية عن شاب يدعى فارس في سنة 2015 خرج فارس إلى متجر المواد الغذائية القريب من منزله لكنه لم يعد حتى هذه اللحظة إليكم هذه القصة كاملة موسيقى طبعاً أصبت في 2015 في شهر ثمانية وكنت ما أستطيع الحركة نهائياً كان إن شاء الله نصفي وما أحس في أطرافي ولا أستطيع الحركة كنت قثة هامدة كان شعور صعب جداً أنك تكون شاب بالصحة وعافية وفجأة ما تستطيع أنك سبحان الله ما تستطيع حتى تحرك يدك أو ترفعها أو حتى تأكل اسمي فارس صالح البكري من اليمن عدن والله أول حاجة طفولتي يعني طفولة بسيطة زي أي طفل يمني في اليمن أحلام بسيطة أعيشة بسيطة كنت أحلم كانت أحلامي كثير صراحة فأنا كنت حاب مجال سبحان الله كنت حاب من زمانة أحب أكتب الشعر وأحب أكتب حاجات بسيطة يعني فبعد فترة هكذا بدأت أحب الكاميرا وبدأت أحب الظهور بالكاميرا وبدأت أحب المجال الإعلامي أكثر وأكثر كان في البداية خيالات وحلم وطموح لكن مع الأيام الحلم يكبر ففي فترة الثروية خلاص بدأت أتيقة أنه أنا حاب هذا المجال وحاب أنه يكون لي بصمة في هذا المجال وحاب أنه يكون لي بصمة في بلدي وفي مدينتي على الأقل أخدمها في مجالي والله في فترة الحرب بدأت الحرب في عدن وإحنا كمجموعة طلاب وكمجموعة إعلامية لسأبادئين فما كان في يدنا شيء كبير إننا نقدرنا أن نعملها طبعاً أصبت في أواخر كنت في صف الثالثة روية في أواخر 2015 كنت في بداية الفصل الثاني من الثالث روية وكانت بداية الحرب في مدينة عدن في شهر مارس إحنا كنا طلاب أو لساتنا طلاب وإعلامية ما كنا أنه ما عندنا الجاهزية لأن نحمل السلاح ونحارب وكذا ما تدربنا وكذا لكن إحنا حاولنا أن نقدم الشيء اللي نستطيع فيه والمجال اللي نقدر نقدم فيه ومجال الإعلام ومجال مهم جداً يعني أول ما أصبت جلست 18 يوم في العناية المركزة في عدن وكنت ما أقدر أتحرك أبداً وكانت حالتي سيئة جداً وكان يعني ضروري أني أسافر خارج اليمن في هذه الفترة علشان إصابتي كانت خطيرة أنا أصبت يعني عندي إصابة في العمود الفقري سببت لي شلة نصفي وفقدت الحركة فيها فهذه هي كانت أصعب حاجة إلى جانب أنه أصبت إصابات من الشضايا تأثرت على الرئاء عندي على التنفس وكمان أصبت بذبحة في الرقبة وأصبت في يدي يعني إصابات كانت الشضايا توزعت في جسمي من الناحية اليمين أكثر من الناحية الشمال سافرت الهند جلست سبعة أشهر سبعة أشهر كانت سبعة أشهر صعبة كنت ما أستطيع الحركة فقط عندي أخوي أحمد كان يأخذني ويوديني من مكان إلى مكان أو بكرسي متحرك ما كنت أستطيع عمل شيء فسافرت الهند أنا والدي والتي رحمة الله عليها وأخي بدأت فيها أول شيء عملت كل الفحوصات وهكذا عرفوا وين مواضع الإصابة رحت عند الدكتور أول ما شافني شاف مكان الشضيق قال لي يعني صعب أن نعمل لك تدخل جراحي لأنه التدخل جراحي ممكن يسبب لك شلل تام لكن بعد فترة علاج طويلة وكانت في عزيمة وإصرار أنه أتخلى عن الكرسي المتحرك وأنني ما أجلس يعني ما أستطيع الحركة ما أستطيع أخدم نفسي ما أستطيع أعمل أي شيء نفسي بعدها قررت أني أحاول أن أتخلى عن العكاز بعد فترة علاج طويلة كانت فترة يعني تقريبا منذ إصابتي إلى أن أتخلي عن الكرسي المتحرك كانت ما يقارب سنة أو سنة وشهرين كذا بعدها قررت أني لن أعود للكرسي المتحرك وبحاول أني أتأقلم على العكاز رغم صعوبتها كانت صعوبة ما قدرت توازم بسبب الإصابة في العمود الفقري فكانت صعبة لكن كان في عزيمة وإصرار أني أتخلى عن الكرسي المتحرك وأنني ما أعود له أبدا فبعدها قررت أني أول ما أخرج من مطار الهند ما أرجع للكرسي المتحرك أبدا كانت أول لحظة لي أوقف فيها من غير عكاز من غير أي شيء كانت لحظة ما أقدر أوصف شعورها أنك تجلس ما يقارب سنة كاملة لا تستطيع الحركة ولا تستطيع أنك تعمل شيء فجأة تعود كذا يعني هي حاجة بسيطة جدا أني أوقف ما أقدر حتى أتحرك أتحرك ما أقدر لكن وقفت كانت لحظة يعني صراحة مليئة بالمشاعر بداية ما كنت بشيء بالعكاز كنت أواجه صعوبات صراحة حتى نظرة الناس أنا ما أشتي حد ينظر إليه بنظرة أنه شفقة أو أي شيء بالأكس أنا الحمد لله أي شيء مطلوب مني أقدر أعمله أي عمل مطلوب مني أقدر أعمله بكفاءة إن شاء الله أنا لي في القاهرة حدود الأربع سنوات أو الخمس سنوات أدرس في كلية الإعلام جامعة القاهرة أنا في سنة رابعة حاليا قسم العلاقات العامة والإعلام في البداية كانت صعبة لأنه لما تمشي في حرم الكليات تحس أن كل الأعين يعني تتفرج لك أو تنظر إلى الأكهز لكن خلاص هي كانت فترة في البداية وتجاوزتها أنا أدرس ومعي ولد خالي فهو بيساعدني في بعض الأشياء وبعض الأشياء أنا يعني أقوم بها أنزل أطلق أركب المواصلات عادي أنا خلاص اعتقلمت على حياة القاهرة وعلى أنه لازم أني أعتمد على نفسي والأول بالأخير لازم أني أعتمد على نفسي وأقوم بمعظم الأعمال بنفسي والله أنا حاب أني أوجه لأي شخص عنده حلم أو طموح أو حاسس أن الحياة يعني صعبة أو يائس من الحياة أنه لا تيأس وسبحان الله ربك قادر على كل شيء وأعمت بعزيمتك وأسرارك متى ما نهطت من سريرك وتركت كل شيء تقدر تعمل اللي تريده بالعمل والإصرار والعزيمة تقدر توصل لهدفك مهما كان مستحيل يعني أنا ما أقول لكم أنه شيء بسيط لكن فقط يحتاج منك أن تسعى أن ترمي بذرة السعي ونهض وكل شيء سيأتي تأخذ من الحرب أثمن ما نملك لكن جبر الله وإصرار فارس جعله أقوى من الحرب ومن الخضلان قصتنا التالية تجعلني أتساءل لماذا قد تلتحق فتاة بالدراسة في كلية الزراعة ما الذي تسعى إليه لنشاهد معا حكاية سيدة الأعمال والأكاديمية أميرة قاسم موسيقى اليمن أساسا هي زراعية بالدرجة الأولى والبحثة أساسا والاقتصاد اليمني قائم على الزراعة يعني ما هيش حاجة حديثة داخلها نحن معنا نوعين من الدخل الفوض القومي اليمني اللي هو البترول والزراعة موسيقى أميرة قاسم أكاديمية دكتورة في جامعة صناعة كلية الزراعة سيدة أعمال بعمل في القطاع الزراعي ومتخصصة أكثر في مجال البن وأم لبنات أساسا مش قدم مش أطفال هم بنات قامعيات في دارة الأعمال وفي الصيدلة أحبي لإني دخلت كلية الزراعة يعني هو حب للنباتات للحيوانات يعني من أيام ما كان الواحد اللي استعاده زي ما بسموه في المدرسة وكذا يعني قربي أيضا للناس اللي هما كانوا خارجين من كلية الزراعة يعني من الأهل هم اللي حببوني أكثر في أن الواحد يدخل لنتخصص هذا حق قامعة صنعة كلية الزراعة سنة 1994 وتخلقنا سنة 1998 خلصت ماجستير برضو من قامعة صنعة الدكتور ذا كانت من ماليزيا يعني برضو نفس يعني في خلال فترة العامة يعني دراسة هذه برضو كان الواحد برضو مستمر في العمال اللي هي لتخصص الزراعة واللي هي من ضمنها نطاق البون يعني ما خرجناش برضو من نطاق البون هو بحكم التخصص الزراعي أساسا لأنه أنا خرقت كلية الزراعة ودكتورة أساسا قامعية برضو في كلية الزراعة فالعلاقة قديمة جدا يعني مع البون يعني وزات الاهتمام خلال الفترات اللي هي بذات أيام الحرب يعني على الأساس نحن نتشجيع المزارعين أكثر وعملية التلمية والاستدامة للبون يعني ونحن نظهر بي بواقهة أفضل يعني خلال الفترة هذه الصعيدة ونحن نتشجيع المزارعين أفضل ونحن نتشجيع المزارعين أفضل نتشجيع المزارعين أفضل نحن نوصل هذا البون إلى الخارج بس لازم نشتغل من داخل البلد نفسها مع المزارعين اليمنين البونة اليمنية بيتميز بأرومة عالية يعني الصفات والخصائص للبونة اليمنية من طعم من نكهة حتى في عملية التستنغ أو الكابينج لو والسكورينج العالي اللي هو بيطيه يتفوق على كثير من أصناف البون اللي هو البرازيلي الهراري لأنه حتى في بعض المناطق أو الدول بيعمل عملية ميكس أو خلط للصنف اليمني مع الأصناف البرازيلية والأصناف الأثيوبية ممكن توصل من يعني عشرة عشرة في المئة بون يمني على تسعين في المئة بون برازيلي لأنه النكهة والطعم للبون اليمني أقوى ويسمونها قوة الثبات فيها أعلى يعني حتى على أو مثلا نسميها المدة طويلة جدا حتى في حالة التخزين لها بلسا بتحافظ على حقاق الخصائص بعد التحميص يعني كانت سنة 2013 زي ما بيسموها يعني بداية نحنا نتفكر فعليا أن نحنا نشتغل في البون أنا عارفة أنه هو موجود داخل اليمن بس كان أنه هو نقطة انطلاق هي الشركة اللي هي كوفي بيرز أو اللي أقوله البون كانت من ألمانيا أساساً يعني من سنتين سنتين الماضين هذوم تم الافتتاح في الفرق اليمن بسبب أنه أساساً إحنا بنصدر بنخرج البون الأخضر من اليمن إلى ألمانيا بعد الافتتاح من سنة 2014 بدأت تقييد لنا طلبات معنا السعودية معنا أمان الدول الأوروبية نوعاً ما برضو دخلناها معنا السويد حالياً داخلين برضو على اللي هي هي أمريكا الآن لأنه فيه الآن نرسل العينات من اليمن إلىهم على الأساس نحن نبدأ معهم ونفتح السوق فتاح لهم انتهت قصصنا لهذه الحلقة وتحدثنا عن أبطال عانوا وتجاوزوا العقبات بثبات وإصرار لمشاهدة مزيد من القصص تابعونا على هاشتاغ هذه حكاية ولمراسلتنا أو تزويدنا بقصصكم وتجاربكم ابعثوها لنا عبر العناوين الظاهرة أسفل الشاشة دمتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة